أيضا رئيس الوزراء استعرض بعض الأنشطة الأسبوعية لمجلس الوزراء خلال المؤتمر وتكلم عن تسليم الوحدات السكنية في العالمين وإزاي أنه من ست سنين فاتوا ما كانش فيه أصلا مدينة باسم العالمين الجديدة وقال أن العالمين أصبحت مقصد سياحي عالمي بكل المقاييس وأن الساحل الشمالي السنة دي زاروا أكتر من مئة جنسين كمان الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أن خطة الدولة تستهدف زيادة المقاصد السياحية واستهدف عدد كبير من السائحين وهدف مدينة العالمين الجديدة وكل المناطق الشبيهة أن تكون مقصد طوال السنة مش بس موسمي فقط ومرتبط بموسم معين وأن يتم الترويج وتشجيع المستثمرين على ذلك حابب أن احنا استعرض بعض الأنشطة الأسبوعية اللي احنا قمنا بيها كمجلس وزراء يمكن حضراتكم تابعتوا معانا كان هناك تسليم لعدد كبير من الوحدات الخاصة بمدينة العالمين وده كان شيء مهم جدا أن هذه المدينة يمكن الكلمة اللي أنا قلتها أن هذه المدينة منذ ست سنوات ما كانش موجود مدينة خالص على الإطلاق النهاردة الحمد لله مدينة العالمين بقت النهاردة يعني مقصد سياحي بكل المقاييس مقصد سياحي عالمي أنا عايز بس أقول لحضراتكم أن الساحل الشمالي هذا العام فيه أكتر من مئة جنسية زارة ساحل الشمالي وده النهاردة ضمن خطة الدولة لما قلنا أن احنا عايزين نزود المقصد السياحية في مصر وأن احنا نستهدف عدد كبير من السائحين النهاردة الحمد لله الساحل الشمالي بقى النهاردة مقصد رئيسي زي ما كان دايما بنتكلم على شرم الشيخ والغردقة ومدينة القاهرة لأن النهاردة بقى الساحل الشمالي أيضا مقصد مهم وهدف مدينة العالمين والمدن الأخرى زي راس الحكمة وكل المشروعات أن ما يبقاش الساحل الشمالي هو منطقة موسمية يدوبك ثلاث شهور ولكن يبقى بجد على مدار العام هو مقصد سواء للسياحة أو حتى لعملية التنمية العمرانية وعشان كده هدف تواجدنا في المدينة كل سنة أن احنا نشجع هذه الأفكار وأن احنا نشجع المستثمرين وقطع الخاص سواء من مصر أو خارج مصر على الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي وأنه صلت الدوق ونروج زي ما بنقدر نقول لمنطقة الساحل الشمالي في مصر عشان تكون مقصد للسياحة العالمية بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة القادمة أيضا كنت سعيد جدا جدا بوجودي في رالي السيارات الكهربائية وكنت فخور جدا بشباب المصري